نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها نستمع إلى قصة حرف النون ذهب نديم ونور إلى بستان راني شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب قطف نديم ثمار التين أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها شعرت بألم في بطنها أخذها والدها إلى الطبيب نادر قدم لها العلاج المناسب وقال عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها شكرا